بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن من مميزات هذا الدين القويم التي تؤهله لأن يظل دينا خالدا إلى يوم القيامة اعتباره لميولات الإنسان وغرائزه وشهواته وملذاته فهو يعترف بهذه الغرائز وهذه الملذات لكنه يضبطها بضوابط شرعية حتى تؤدي وظيفتها الدينية والدنيوية ومن ذلك الميولات الجنسية ولهذا سن الله تعالى لنا الزواج الزواج الشرعي بضوابطه الشرعية قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا الزواج حتى يؤدي وظيفته الدينية والدنيوية هو الوسيلة التي من خلالها يمكن تغذية المجتمعات بأجيال متعاقبة عندما نتحدث عن المثلية إنما نتحدث عن خروج على الطبيعة وعلى الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها أول ما ظهر الأمر كما حدثنا القرآن الكريم عند قوم سماهم أهل العلم قوم لوط وفي سبع آيات في كتاب الله تعالى يتحدث عن هؤلاء القوم وأن لوط يقول لقومه بأنهم يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين بمعنى أن أول ظهور لهذه المثلية ولهذا الشدود كان مع هؤلاء القوم والحديث عن هؤلاء موجود أيضا في الكتب المقدسة لكن يعرفون في هذه الكتب بقوم سدوم وعمورة المثلية هي شذوذ مرفوض في كل الأديان بل في كل المجتمعات بما في ذلك المجتمعات غير الإسلامية ترفض ذلك بعض المجتمعات ترفض هذا الأمر بشكل كبير جدا كالبرازيل متن والمكسيك وغيرها الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها هي الوحيدة الكفيلة بضمان استمرار الجنس البشري على الأرض فحين يخرج الإنسان عن هذه الفطرة ويغير هذه المقومات التي خلق عليها إنما يسعى في خراب نفسه ودمارها وأعجب لبعض الدول الغربية التي تشجع على الإنجاب وتعطي للمرأة التي تنجب هدايا سخية وعطلة مدفوعة الأجر طويلة الأمد فهي تشجع على الإنجاب بشكل كبير في المقابل تبيح هذه المثلية التي تقضي على الإنجاب وتمنع المجتمع من إمداده بأجيال متعاقبة عندما نتحدث عن بعض الأحوال التي تحدث عنها العلم وتحدث عنها الفقه أيضا الفقه يتحدث عن الخنثة المشكل وهو المولود الذي لا يستطيع القاضي أن يحدد جنسه أذكر أم أنثى وأن يعطيه إسما يناسب وهو حقه في الإرث إلى غير ذلك فأشكل الأمر عليه فالسمي خنثة مشكل وله فقه خاص لكن هذه الأحوال هي أحوال نادرة وقليلة جدا لا يمكن أن تصل إلى مستوى ظاهر اجتماعي مثل ما يريد بعضهم أن يقنعون بذلك العلم وخاصة علم النفس يعتبر هذه الميولات الشاذة مرضا نفسيا وهذا الأمر قد أقرت به جمعية علم النفس الأمريكية وهي من أشهر الجمعيات العلمية والطبية في هذا المجال كانت تعتبر أن الشذوذة مرض نفسي مرض نفسي فقامت مظاهرات ضدها وصلت إلى درجة تعطيل اجتماعاتها خلال سنة 1970 و1971 فاضطرت الجمعية إلى تغيير كثير من آرائها أو السكوت عن هذه الآراء على الأقل بمعنى أن العلم يعتبر أن هذا الشذوذ وأن المثلية هي خروج عن الطبيعة وعن الفطرة وهي مرض نفسي عندما نتحدث أو يتحدث العلم عن هذه الظاهرة فهو يميز بين الحالات التي كانت كان أمرها ابتلاء والحالات التي جاءت عن طيب خاطر وهنا أنبه إلى أن التربية التي يتلقاها الأطفال في الأسر هي المسؤول الأول عن توجيه هؤلاء الأطفال في المستقبل فكثير من أحوال الشذوذ مرتبطة بطربية معينة أو بقسوة معينة أو بتصرفات معينة أو بعادات معينة ورثها هذا الضحية من أولئك الذين قاموا على تربيته الخلاصة إن المثلية التي حرمها الله تعالى وحرمتها السنة النبوية وحرمتها الأديان كلها دون استثناء حتى بعض الأديان الوضعية تعتبرها خروجا عن الطبيعة وعن الفطرة البشرية وتعتبرها وسيلة لضمار المجتمعات لا لبناء المجتمعات وأنبه في الختام إلى أن هذا الدين الحنيف ما حرم شيئا إلا لما فيه من ضرر وما أباح شيئا إلا لما فيه من خير للناس ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس بشي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر